رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام والنهاردة في فقرة الضيف معانا شخصية متفتحة جدا في المجال الرياضي واحد من رؤساء مراكز الشباب الطموحين بيطبق فكر قانون الرياضة الجديد وفي الاستثمار الرياضي وابتقار أفكار جديدة لتدبير موارد كافية لتنفيذ الأنشطة المختلفة وايضا بيطبق فكر وزارة الشباب والرياضة وفكر الحكومة في تدبير موارد في الاستثمار الرياضي معانا ومعاكم النهاردة الوستاذ محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب قفر صار أهلا بيك يا أستاذ محمد أهلا بيك منورنا ومشرفنا في كورة البلد النهاردة ربنا يبقى في حظك ده شرف لي لحنا يعني عاوزين نعرف من حظرك كده يا أستاذ محمد أنت انتهكت فكر يعني بتنادي به الحكومة وبتنادي به وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار الرياضي في الأندية ومراكز الشباب عامل أنت طفرة إنشائية هائلة في مركز شباب قفر صار عاوزينك حضرك تعرف السادة المشاهدين بالإنجازات والاستثمار الرياضي اللي موجود في قفر صار بسم الله الرحمن الرحيم الأول وكان من المفروض طبعا توجيهات لوزارة الشباب والرياضة بأنك لازم تكفي نفسك من مواردك المالية بعمل مشروعات استثمارية داخل مركز الشباب عشان تقدر تصرف على الأنشطة بتاعتك فكان طبعا دي توجيهات دكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة أنا مش أول واحد بدأ في الاستثمار لا اللي قابلي كمان بدأ واللي قابلي بدأ واللي قابلي حلم ولكن هو الظروف المواتية جت مع اللي قابلي وأنا تمام طبعا حضرتك النهاردة احنا عندنا في قفر صار في عندنا دلوقتي في حاجات جديدة وحاجات قديمة تجددت بالنسبة للموارد كانت في البداية مواردنا حولي في حدود تلاتين ألف جنيه من صور محلات مركز الشباب اللي عمله الأستاذ محمد هيخلي الميدان اللي قابلي بعد كده ظروف وقتة ان احنا في الاستثمار والبلد فيها شغل كتير بدأنا نفتح في موارد بنفتح في مشاريع استثمارية داخل المركز بدأنا بداية عندنا كانت كان عندنا كافي بريك بعد كده طورناه وزودنا من إجاره بعد ما موضة حق الانتفاع بتاعته خلصت وبعد دلوقتي استثمار في عندنا حاجات جديدة اسمها كافي الخان يريد رئيس التحريق تعرض لنا كده الصور اللي موجودة معاها النهاردة من مركز شباب كافر صقر موجود معانا صور لكل الكلام مصدقية من الأستاذ محمد فاروق واكد يريد رئيس التحريق تعرض لنا كده الصور معانا على الشاشة حضرتك بدأنا بكافي الخان كافي الخان ده حق انتفاع لمدة 6 سنوات على حساب المستثمر بيدفع لنا إيجار له بمعدل الإيجار السنوي بتاعه 80 ألف جنيه في عندنا كافي بريك استثمار لمدة 5 سنوات حق الانتفاع بتاعه سنويا 95 ألف جنيه في عندنا كافي مراسي مدة الانتفاع بتاعته برضو لمدة 5 سنوات بيدخل دخل في حدوده 61 ألف جنيه لمركز الشباب في كافي خدمة أعضاء الجامعة العمومية وموظفين مركز الشباب ومجلس الإدارة برضو بيدخل دخل في حدوده 30 ألف جنيه لمدة 5 سنوات في مدينة ملاهي جديدة بتعمل 195 ألف جنيه سنوي دخل لسه جديدة لمدة 5 سنوات برضو في ملعب خماسي بيدخل 55 ألف جنيه دخل في قاعة أفراح بتدي في حدوده 366 ألف جنيه قاعة الأفراح دي من اللي قابلي بس كان الإيجار مش كده كان أقل من كده حق مدة الاستثمار بتاعتها في حضرتك 39 محل بصور ومركز الشباب دول برضو من اللي قابلي وقتها كان الإيجار بتاعهم قليل النهاردة 39 محل بدخلوا 648 ألف جنيه سنوي عندي مول تجاري جديد تحت التنفيذ دلوقتي وبرضو موجود الصور بتاعته عندهم يمكن يطلعوها هو في فترة التشريب دلوقتي عندي بيدي في حدود 90 ألف جنيه سنوي عندي مثلاً حمام سباحة بيحيدي 366 ألف جنيه سنوي حق انتفاع لمدة 12 سنة طبعاً كل المشايا دي بتتعمل على نفقة المستثمر وبعد مدة حق الانتفاع لسيبه كفر صقر يعني مش الوزارة اللي بتجيب لك فلوس تنتا اللي بتدي للوزارة خمسة وعشرين في المية من عائد بتاعها وده يعني 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 مبالغ احنا هنا باسم كرة البلد بناشد سيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبح ان يبص المركز الشباب اللي زي الفكر للسيسماري كبير اللي بقوده الكابتن محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر صار ان يعني مركز الشباب ده بيجيب عائد كبير جداً جداً ليه ما نصرفش المبالغ دي على الانشطة اللي موجودة في الناد انا اقول لحضرتك هو اولاً هو الفكرة سليم انه اخد مني ربع الدخل بتاعي لان في مركز شباب للقرى ما ينفعش يعمل فيها مشاياة استثمارية تمام فطبعاً المحتاجة ان يتصرف عليها فالوزارة بتمولها وده اعتقد جميعاً موافقين عليه يعني لان المركز الشباب التانية دي هتجيب منين ملاش مور الدخل يعني ولكن احنا بنطلب دكتور أشرف صبح وزير الشباب الرياضة بانه يساعدنا في ان احنا انا مش محتاج ان يقول له ان مركز الشباب في خزنته او في حسابه في البنك 3 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه انا محتاج يقول له ان مركز الشباب لمم الشباب موجودين سواء انشطة ثقافية رياضية موجودة عنده جوا بعيدة عن حاجات كتيرة يعني تبقى موجودة فاحنا بنطلب من ساعدة وزير الدخلية وزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي بانه حضرتك يفتح لنا شوية المصروف لان انا مش معقولة هيب عندي فلوس وما شاركش في الانشطة او في المسابقات تمام كلمنا بقى على فريق قورة اللي انت عامل طفرة هائلة السنة دي بتعد فريق قورة قدم متميز وجايب بإدارة فنية متميزة علشان تصعد به من الدرجة الرابعة الى الدرجة التالتة ان شاء الله هقول لحضرتك على حاجة احنا كفر صار اساسا من البداية من سنة سبعة وتمانين بتلعب في الدرجة اولى به اللي كانوا بسموها زمان دور المظانين دي من ايام الحج والدك اللي كان رئيس مجلس الإدارة رحمه الله وقتها كنا بنلعب مع الشمس والمقولين العرب وإسكو وإمبي وبتروجيت وأسمنت السويس والبلاستيك وجمهورية شبين كنا بنلعب في المراتب الأولى من الدوري ولغاية فترة رعيبة برضو كنا بنلعب في الدرجة التانية ولكن للظروف المالية وطبعا حضرتك عارف ان تمن اللعيبة النهاردة غيلي في حضرتك ما انتش قادر فلاك كنت لازم تعمل واقفة تدخل اول دخل للمكان تدخل دخل للمكان بعد كده تبدأ تمارس في الأنشطة فاحنا حسنا ان الموسم ده ان شاء الله حيكون الدخل كويس فبدأنا نشتري في لعيبة جاب لعيبة من الدوري الممتاز واعجاب لعيبة من الدرجة التانية ومن الدرجة ولبيهون الدرجة التالتة ومعايا إدارة فنية الكابتن أحمد عمران لعب المنصورة السابق والإنتاج الحربي وطلق الجيش مدير فني تمام طب يعني كفر سقر ولادة شفنا أحمد توفيق وعبد العزيز توفيق وشفنا شمس حامد وبدر حامد وحمد عبداللطيف اذكر لنا بقى بعض اللاعبة اللي من كفر سقر كفر سقر بطبقها ولادة عندنا من قديم الأزل كابتن حمد عبدالطيف نجم الزمالك الحاوي نطلقوا عليه الحاوي اه طبعا كابتن بدر حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر كابتن شمس حامد كابتن ساد عبعال نجم الزمالك والاتحاد السكندري بصام عبعال نجم الإسماعيلي عندنا كابتن أحمد عمران نجم نادي الزمالك ومبي وبيتروجيت كابتن أحمد سلامة لعب حرس الحدود عندنا كابتن أحمد توفيق طبعا لعب الزمالك وبراميز عندنا أكرم توفيق لعب النادي الأهلي والجونا عندنا دلوقتي موجودين في الدورة كابتن ساد سالم لعب ودي دجلة والاتحاد السكندري عندي كابتن هالي صديق لعب سابق في منتخب مصر والاهلي عندي مهند لشيل لعب طلاق الجيش عندي حسين حمدي لعب الزمالك والمقص السابق عندي احمد سعيد اوكا اللعب طلاق الجيش الحالي يعني فعلا كفر سقر ولادة وانجاب التعديد من رموز كرة القدم اللي اسروا الحياة الرياضية والسحيرة المستدرة في كرة القدم قول لي كلمني كده على قطاع الناشئين والبراعم اللي موجودة عند حضرتك في مركز شباب كفر سقر قطاع الناشئين حضرتك البرعم الاول انا عندي ثلاث فرق 2006 و2007 و2008 فيهم عدد كبير حتى موجودة عند حضرتك صورة وكان بيشجعهم رحمة الله عليه الكروان الكروان للازع الرياضية كابتن محمد السباعي رحمة الله عليه كان هو من ضمن الناس المشجعين لموضوع البرعم ده وكان هو اللي مصر عليه بصراحة عندي عدد كبير في الثلاث فرق دول في اللي يقل عن مثلا 85 لعب من الشباب الصغيرين عندي بعد كده بلعب الموسم اللي فات كنت بلعب ثلاث فرق الناشئين 2003 و2001 2003 وتسعة وتسعين و2001 السنة دي ان شاء الله هيبقى فرقة واحدة للناشئين موليد 2001 عشان المصروف كتير برضه عشان عايز اصعد بمركز الشباب بالنادي بتيها بالقسب التالت وان شاء الله اللي بعده الممتاز به وبعد كده ان شاء الله ازا ربنا اداني طلط العمر ربنا اداني طلط العمر ان شاء الله لا يعني حضرتك يعني فعلا يعني كل اعضاء الجامعية العمومية بمركز كفر صقر مركز شباب كفر صقر بشيده بحضرتك وبانجازات حضرتك معاك مجلس ادارة متميز ذكر لنا كده مجلس الإدارة المتعاون مع حضرك في مركز شابق فرصا هم كلهم ناس متعاونين ما حدش فيهم يتأخر في حاجة بس بالأخص يعني معي عم أستاذ شاوئي عبدالعزيق أستاذ شاوئي عبدالباصط عميل الصندوق راجل موجود في المكان يعني مش أقل من 12 ساعة حتى 24 ساعة لأنه طبعاً مسؤول المالي فلازم موجود وحضر كل حاجة عندي كابتن محمد حسونة المشرف العام على الكرة وعضو مجلس الضرف والسن ده لعب نادي المصر السادق ولعب الشرقية تمام آآ عندي كابتن محمد سعيد شهرته طفطف آآ ده مسؤول مجلس اللي ضرف أنه خلص كل الإجراءات الخارجية والسنة دي في لجنة الكرة آآ عندي كابتن محمد آآ الأستاذ محمد منسي الشباب اللي سنة طبعاً كلهم متعاونين جداً والواحد فخور بوجود الأربعة اللي معايا الشباب اللي تحت السن بصراحة طيب معانا المستشار الإعلامي لمركز شباب كفر صقر زميلي وحبيبي وزميل الكفاح الأستاذنا الأستاذ واجد عليوة أهلاً بيك يا كابتن واجدي أهلاً بيك أستاذ محمد تحياتي نيك ولضيوفك الكرام والأستاذ طبعاً محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفراء والله زماني يا كابتن واجدي زميل الكفاح وجد عليوة يعني زميلنا وزميل الكفاح معانا بسعيدنا يعني النهاردة أن أنت تكون معانا النهاردة في يعني في هذه الحلقة مع الكابتن محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفرصار عاوز رسالة توجيها قاله وتقوله النهاردة حبيبي وصف محمد أنت طبعاً زميلي وزميل رحلة كفاح وما زل في الكفاح ربنا وفقنا جميعاً يا رب يا رب عاوز أوجه رسالة لأستاذ محمد فاروق واكد اللي هو المفروض الرئيس رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفرصار الرجل بالصراحة اللي ما بيبخلش على المركز بأي حاجة مجهود وتبرعات مادية استثمارات فرق فرق الكورة حتى النشئين بصراحة كل أنديت الشرقية أنا رحتها بحكم شغل أزم محمد أنت عارف ما شفتش نادي فيه تطور اجتماعي ولا على مستوى الرياضي ولا اهتمام في كل النواحي زي اللي موجود في مركز شباب كفرصار أنت عارف طبعاً شاهدت مجرحة في المكان من أنني منتمني ولكن بصراحة يعني اللي أنا ما شوف اجتماعي في نادي كفرصار أشبه بالأندال اجتماعي الكبيرة يعني يضاهب نادي الشرقية أنديت الرواد والصفة وبروسة في العاشر من رمضان أتمنى بإذن الله كل أنديت الشرقية بصفة منتمة لمحافظة الشرقية أتمنى كل أنديت الشرقية تتعلم من تجربة مركز شباب كفرشار برئاسة الشيس محمد فرق وراك احنا بنشكرك كابتن وجدي وسعداء بسمع صوتك النهاردة في برنامج كرة البلد وإن شاء الله يبقى فيه تواصل في الحلقات القادمة إن شاء الله شكراً للزميل وجدي عليوة مراسلنا والمستشار الإعلامي لمركز شباب كفرصار على هذه المداخلة أستاذ محمد قولي يعني الأنشطة اللي في مركز شباب كفرصار محصورة على كرة القدم فقط ولا هناك أنشطة أخرى لا يا فندم فيه أنشطة تانية كتير جداً بأسماء بطولات أنا عندي حضرتك عندي مثلاً فريق الكموفو تمام عندي المدارب بتاع كابتن محمد تأسون عندي مثلاً شهد أحمد عبد الرحمن لعبة منتخب مصر وزد 60 كيلو ناشئين ومركز واخد مركز أول جمهورية هينزل معنا على الشاشة صور مركز شباب كفرصار مع رئيسة التحرير مارينة جمال ومخرجنا مخرج الرواعي لأستاذ محمد عبد الجيد فضل أسمى محمد بأله رضك دي للسنة الثالثة على التوالي عندي إسراء الجهري لعبة منتخب مصر وزن 60 كيلو عندي نيجار العربي أول جمهورية تلت سنوات متتالية وزن 33 كيلو عندي محمود رأفة حاصل على بطولة الجمهورية تلت مرات وزن 30 كيلو عندي أحمد عبد العظيم بطل جمهورية وزن 60 كيلو عندي أدهم طه حاصل على مركز ثاني جمهورية وزن 40 كيلو عندي في ألعاب القوة طبعا بداية لازم أبدأ بالكابت نهاب عبد الرحمن ابن كفرصار وابن نادي ابن مركز شباب كفرصار اللي اخده النادي الأهلي وهو بطل جمهورية دلوقتي الحاصل على بطولة العالم فرامي الرمح ده طبعا مقدرش مذكروش عندي لعاب أحمد التونسي حاصل على ثالث جمهورية في المركب العشاري وتحت 20 سنة عندي كابتن عثمان عيد حاصل على ثالث أولمبيات الطفل المصري الصغير 100 متر عدو موليد 2004 عندي كابتن شهد وائل فريد تاني جمهورية واسب طويل عندي عبدالله محمد بغدي ثالث جمهورية جلة عندي عبدالرحمن أحمد صار الرابع عشاري على مستوى الجمهورية تمام عندي فكرة ايه؟ عندي مدرب كابتن تامر سميح مدرب منتخب مصر السابق والحاصل على دورة الأساتذة اليابانية كان مدرب منتخب مصر السابق عام 2016-2017 عندي لعيبة مثلا زي حسن مصطفى حسن 15 سنة حاصل على حزام اسود عندي سميح تامر سميح 15 سنة حاصل على حزام اسود عندي يزيد تامر سميح 11 سنة حاصل على حزام اسود عندي مهدي مصطفى حاصل على حزام بوني طيب يعني ما فكرتش يا أستاذ محمد من أنت تعمل إعداد بطل قلومبي عندك في أحد الألعاب في مركز شباب كفر سقر؟ حضرتك أنا دلوقتي بفكر فيها بعد ما عندي دلوقتي الكابتن تامر عبر رحمن إيهاب عبر رحمن بيتضرب عندي هو لعيبة منتخب مصر عشان الأولمبياد تمام بيتضربه في الملعب تحت قياتة الكابتن محمد نجيب والكابتن أحمد كامل المدرب بتاعنا نحن بتاع لعب القوة عشان بيجهزوا نفسهم للأولمبياد فأنا بجد أنا شغال مع كابتن أحمد كامل بنجهز إيهاب عبر رحمن جديد ممكن يبقى فيه أي أكتر من إيهاب يعني يبقى في إيهاب تاني من كفر سهر بأمر اللهم إن شاء الله إن شاء الله إحنا يعني بنخرج أعزائي المشاهدين لفاصل بسيط هنشوف في العزاء اللي أقيم في نادي المنصورة لفقيد الرياضة المصرية الكابتن عزم مجايد ونرجع لحضراتكم مرة تانية سريعة